الانتاج الطبيعي للبوم مارو مصحوب بعمليتين مهمين جدا عملية الاولى هي النمو وتكاثر الخلايا ودي طبعا الذي يكون لها تبقى كنترول يعني منظمة لها ايه حاجة تحكمها ولا هي اوليلة ولا هي كتيرة او العملية التانية هي عملية الديفرنشيشن الخلايا وهي بتانو اللي لابد انها توصل للمراحل النهائية وينتج عنها وجود ديفرنت بلوت سيلز والعملية التالتة اللي هي حضفها مع العمليتين دول وعملية مهمة جدا ان تبقى الخلايا بتاعتنا فانكشنينج ماتيور اند فانكشن انه هي عملية الماتيوريشن عملية النوضج طيب ان نشوف ايه اللي بيحصل في اللوكيميا في اللوكيميا بيحصل يعني حاجات abnormal زي prolonged proliferation نمو كتير للخلايا uncontrolled بسبب الميوتاشن يوم يحصل اللوكيميا وساعات يحصل بلوك للديفرانشيشن يبقى اما prolonged proliferation يبقى اما blocked differentiation الحاجتين دول ممكن يعملولي يوصلوني للأكيوت لوكيميا يبقى عشان يحصل اكيوت لوكيميا يحصل حاجتين حاجة اسمها prolonged proliferation او uncontrolled proliferation والحاجة التانية اسمها arrest of differentiation توقف الايه؟ differentiation توقف ايه؟ توقف اشترك انحصل اشترك